اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو وابدكوا يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشك بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لأي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة لألك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بالدكية انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم اي بنتطبق عليهم وبنتطبق على هدول فاخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل والطالع هذو ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني انا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج السرطان طبعا رح نحكي عن البيت الأول اللي هو البيت اللي له علاقة بالشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وهو نفس برج السرطان يعني برج السرطان هو نفسه بيتك الأول لموليد برج السرطان طبعا لما بيجي اي كوكب بدخل على هذا البيت نفسيتك على طول الخط بتتغير وبتصير معنوياتك احسن وخصوصا هي بداية سنتك الفلكية احنا بنسميها افضل الفترات اللي رح تمر عليك هي من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة طبعا تصاعديا بتبلش الحظوظ تلعب دور معاك اللي هي من واحد وعشرين ستة لاثنين وعشرين سبعة ولكن افضل الفترات اللي هي من اثنين ستة لسبعة وعشرين ستة بدك تحذر من الضغط اللي رح يصير عليك والعصبية اللي ممكن انها تصير معاك اللي هي من ثلاث وعشرين أربعة ولغاية احد عشر ستة البيت الثاني هو بالنسبة للك البرج الأسد هو بيتك الثاني وهو بيت الممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثامنة وما يتوجب علينا مثل استثمار والإنتاج وردود أفعالنا اتجاه الظروف المالية حتى على مستوى الهدايا هذا البيت له علاقة بكل أمور المال وهو بيت قوي بالنسبة للك أفضل الفترات هي من سبعة وعشرين ستة ولغاية اثنين وعشرين ثمانية طبعا هي تشعر انت بالتحسن من اثنين وعشرين سبعة لاثنين وعشرين ثمانية ولكن أقواها حضوض هي من سبعة وعشرين ستة ولغاية اثنين وعشرين سبعة الفترة اللي بصير عندك رغبة للمصاريف أو بصير متطلبات مالية عليك اللي هي من احداعش ستة لغاية تسعة وعشرين سبعة البيت الثالث اللي هو برج العذراء أو بيتك الثالث اللي له علاقة بالسفر القصير التنقلات الاتصالات وسائط النقل الاستراد والتصدير الدراسات الهوايات الامتحانات العلاقة مع الجيران شراء والبيع الأخوة الأخوات الأقارب والمقربين من الأصدقاء يعني بمعنى هذا بيت تواصلك واتصالاتك في منكو ممكن أنه في هاي الفترة يشتري سيارة يشتري تليفون يعني يعمل امتحانات يسافر سفرات قصيرة شغلة زي هيك هاي بتيجي قوتها من 22.7 لغاية 22.9 أقواها هي بتيجي من 22.8 إلى 22.9 بسبب دخول الشمس على البيت الثالث لا إلك ولكن الحضوض المطلقة بتكون في 22.7 إلى 16.8 أصعب فترة اللي ممكن تتعرك سعليك بعض الأمور أو أعطال بالسيارات أو بالهواتف أو مزاجك بكون عصبي حتى في المناقشات هي من 29.7 لغاية 15.9 فهي الفترة بدك تحذر فيها أما بالنسبة للبيت الرابع واللي هو يعني الميزان بيتك الرابع هو بيت العائلة وبيت العقارات والطفولة ومحل الإقامة وحيازة الأمتع والأثاث والحياة العائلية وكل ما يدل على الأب طبعا هاي الفترة هو هذا البيت الرابع عادة بيكون فيه نوع من أنواع الضغط والتوترات ولكن برضو بيحمل نوع من أنواع الأفراح الفترة اللي بيكون فيها نوع من أنواع الاهتمام بالمنزل اللي هي من 22 9 إلى 23 10 ولكن قمة الحضوض فيها اللي ممكن تشتري بيت أو ترحل بيت ثاني أو تغير مكان سكنك الكل الأمور هاي أو حتى التجديد هي من 16 8 لغاية 10 9 أما بالنسبة للتنقلات ف يعني طبعا بتكون عندك مفتوحة زي ما ذكرناها في البيت الثالث أكثر أما بالنسبة للفترات الصعبة واللي هي بتكون تحذر وخصوصا الستات اللي بتعمل في المطابخ بتكون يحذروا من النيران اللي هي الفترة ما بين 15 9 لغاية 30 10 وبرضو فترة تراجع عطارد لأنها بتخلي فيش تركيز اللي هي من 27 9 لغاية 18 10 البيت البيت الخامس وهو من أقوى البيوت بالنسبة لإلك هو بيت العاطفة وهو برج العقرب طبعا العاطفة الحظ المقامرة الترفيه المسارات الأولاد بعلاقتك مع الأولاد الأمور الفنية بدل على الملذات على التجارب الجنسية على الرغبات على الشهوات المادية على المضاربات المالية هذا البيت يعتبر هو بيت الحظوظ بالنسبة لإلك لكل الأمور اللي إحنا ذكرناها وأفضل الفترات إله هي من 10 9 لغاية 17 ومن 23 10 لغاية 24 11 طبعا الأقوى فيها هي وجود الشمس لما بتكون موجودة في هذا البيت اللي هي من 23 10 لغاية 22 11 ولكن قوة الحظوظ المطلقة بتكون في هذا البيت وبتعمل فرص حتى للارتباط وعلاقات عاطفية هي من 10 9 لغاية 17 أما أصعبها واللي ممكن يصير فيها خلافات ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة هي من 30 10 لغاية 13 12 البيت السادس وهو بالنسبة لإلك برج القوس وهذا البيت صعب شوي لأنه بضغط بشكل سلبي على العمل على الصحة على الخدمات على أمور الطعام على الحيوانات الأليفة الحاجات اليومية والمسؤوليات اللي هي اليومية والمهام والتغذية والحمية وعلم الطب وملحقاته والأمراض العابرة والحوادث اللي يمكن أنها تتعرض لها طبعا هي بتشمل تأثيراتها على هذا البيت هي من بداية العام لغاية 8 ومن 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 ولغاية 5 11 ومن 22 11 ولغاية 21 12 طبعا أصعبها هي فترة الشمس لما بتكون موجودة في هذا البيت اللي هي من 22 11 لغاية 21 12 قمة الحضوض فيها اللي ممكن تجيب لك عمل أو تتشافى من مرض أو تعمل عمليات أو تنزيل وزن أو الأمور هاي هي من بداية العام لغاية 8 ومن 17 لغاية 5 11 أما الفترة اللي أنت بدك تحذر فيها حذر جامد يعني بدك تركز فيها مظبوط هي من 13 12 وحتى نهاية العام وفترة الخسوف والكسوف اللي هي 26 5 و 4 12 البيت السابع اللي هو بيت الشراكة طبعا هذا إله ميزة وإله سلبية القمر أو الشمس أو الكواكب لما بتكون مقابلك تماما هي بتعطيك حضوض ولكن بتسحب من طاقتك وهذا بيت الشراكة شراكة في العمل شراكة بالعاطفة السمعة الشخصية أمور إلها علاقة بخطبة زواج طلاق توقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوى القضائية طبعا هاي التأثيرات بتكون هي من بداية العام لغاية واحد اثمين ومن خمس احدعش وحتى نهاية العام أصعبها هي فترة وجود الشمس لما بيكون مقابلك تماما هي من بداية العام وحتى تسعة واحد ومن واحد وعشرين اطناعش وحتى نهاية العام أما بالنسبة للحضوض المطلقة في هذا البيت اللي ممكن تجيك فرص ارتباط أو فرص زواج أو تطوير علاقة أو مصالحة هي من ثمانية واحد لغاية واحد اثنين ومن خمس احد لغاية تسعة اثناش بدك تدير بالك طبعا فترة تراجع الزهرة اللي هي من تسعة اثناش وحتى نهاية العام وبرضو تراجع بلوتو شوي بجيب لك شوية مشاكل أو خلافات زوجية أو أشياء من هذا القبيل هي من سبعة وعشرين اربعة ولغاية ستة عشرة مش دائما بتكون المشاكل ولكن انه برضو بدك تنتبه ما تعصب كثير البيت الثامن هو برج الدلو بالنسبة للك هو بيتك الثامن وهو بيت التركات وبيت الديون والضرائب والشؤون المالية والمتعلقات بالشراكة وصحة أحد الأحبة التغييرات الروحانية العالم الآخر الجنس الشهوات ويعني الأمور اللي إلها علاقة بالغيبيات هاي بتيجي من بداية العام لغاية أربعة وخمسة ومن ثمانتاش عشرة وحتى تسعة وعشرين اتناش أقواها اللي بتأثر عليك بشكل يعني نقول مقبول شوي أو بتخفف عليك الضغوط أو ممكن تجيب لك بعض المكاسب من هاي الأمور هي من تسعتاش واحد لغاية ثمنتاش اثنين ولكن قمة الحضوض اللي ممكن تحصل أموال إليك أو أشياء أنت كنت يعني فاقد الأمل فيها هي من واحد اثنين وحتى خمسة وعشرين اثنين أما الفترات الصعبة اللي هي منقول لك دير بالك من خسارة أموال أو سرقة أو نصب أو احتيال ينصب عليك هي فترة التراجع المشتري لأنك بتفقد الحضوض وهو موجود في هذا البيت اللي هي من ثمانية وعشرين سبعة لغاية ثمنتاش عشرة عندك شوي من تراجع الزحل في هذا البيت لأنه برضو التواجد الزحل بأثر عليك شوي وتراجع عطارد اللي هو من ثلاثين واحد لواحد وعشرين اثنين اما البيت الاقوى برضو من الاقوية يعتبر وإلك اللي هو يعتبر تثليث مع برجك هو برج الحوت هو بيتك التاسع وهذا البيت له علاقة بالسفر البعيد بالهجرة بالاتصالات مع اشخاص خارج البلاد الفلسفة والدين والمعتقدات الروحية دراسات الجامعية امتحانات جامعية استيراد تصدير امور قضائية هي هاي بتجيك من الثمنتاش اثنين ولغاية اربعة اربعة ومن اربعتاش خمسة ولغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اتناعش ولغاية نهاية العام هاي اللي هي الفترة اللي احنا بنعملها بنحكي شاملة ولكن قوة الحضوض فيها بتيجي على مرحلتين المرحلة الاولى اللي هي وجود الشمس اللي هي في الثمنتاش اثنين لغاية مرحلتين بدك تنتبه طبعا اللي هي شوي بصير بعض العركسات او ما تعتمد على الحضوض كثير فيها اللي هي فترة تراجع المشتري صحيح ان المشتري رح يدخل عندك على هذا البيت اللي هو من اربعتاش خمسة لغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اتناعش وما بعد ولكن تراجع المشتري من عشرين ستة لثمانية وعشرين سبعة رح تعمل لك بعض الاشياء او المخاوف او تعطل عليك بعض الامور او تفقد الامل او الثقة بالحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر وهو بيت السمعة هو يعتبر برج الحمل للك طبعا هذا البيت بيت المركز الاجتماعي بيت الشؤون الحكومية السياسية علاقتنا برؤسانا وزملائنا في العمل الترقيات واثبات الذات والمشاريع والمهمات كمان بتدل هاي على الام طبعا هي تركيزها رح يكون من عشرين ثلاث لغاية تسعة عشر اربعة هي ممكن تعطيك منصب اجتماعي رائع وممكن انها ترفعك لأعلى المستويات اذا كنت انت مستعد بهاي الفترات واستغلتها وخصوصا اللي هي الفترة من عشرين ثلاث لغاية تسعة عشر اربعة بسبب الشمس وايضا رح يتزامن وجود الزهرة اللي هو من واحد وعشرين ثلاث لأربعة عشر اربعة وهاي رح تعطيك قوة كبيرة في هذا البيت ولكن بدك تحذر من الآن ولغاية سبعة واحد انه المريخ موجود في هذا البيت بيخليك تعصب ممكن يأثر عليك شوي او يسبب لك بعض الاضطرابات ما تشوه سمعتك بسبب عصبيتك اما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو برج الثور طبعا هذا بيت الرغبات والامان والامال والصداقات والاصدقاء والنشاطات الاجتماعية والدعوات والحفلات برضو اللي هي الفترة اللي الاصدقاء بيقدموا لك نوع من انواع الدعم او المساعدات والحب العذري هي الفترة من اربعة اربعة لغاية عشرين اقوها ولكن اللي فيها كقوة لك انت وجود الشمس فيها اللي هي من تسعة اربعة لغاية عشرين خمسة ووجود الزهرة اللي هو من اربعة اربعة لغاية تسعة خمسة اصعبها هي من سبعة واحد لغاية اربعة ثلاث يعني ممكن تفقد صديق او مشاحنات مع اصدقاء او تنتهي علاقتك ما بينك وبين شخص وبرضو الفترة اللي بصير فيها خصوف القمر اللي هي يوم تسعة عشر احد عشر اما بالنسبة لبيت المتاعب هو بيتك اتناش اللي هو برج الجوزاء طبعا هذا اصعب بيت دائما بوجود اي كوكب في هذا البيت بيأثر عليك بشكل سلبي بضعفك هو بيت المؤسسات الكبيرة والمستشفيات والسجون صلاة العرض والفنون التقييدات والاسرار بيت المتاعب اسمه بيت المحن الكبيرة والامراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والاعداء الخفين يعني والمؤامرات وكل شيء ممكن يضر البني ادم هو بيت متاعبك طبعا بيت المتاعب هذا اصعب فترات فيه هي فترة ودخول الشمس على الجوزاء اللي هي من عشرين خمسة لواحد وعشرين ستة فعشان هيك احنا منقول من أربعة خمسة لغاية واحد وعشرين ستة بدك تكون حذر من اثنين وعشرين ستة ولغاية احد عشر سبعة بدك تكون حذر الفترة ما بين عشرين خمسة لواحد وعشرين ستة هي اصعب الفترات اللي بتمر عليك رح تكون خلال هذا العام الزهرة رح تخفف عليك شوية من الضغوطات ومعض المشاكل وممكن تكون زي طوق نجاء أو تنقذك من بعض المتاعب اللي هي من تسعة خمسة لغاية اثنين ستة فترة تراجع وطارد اللي رح يكون في بيت متاعبك يوم ثلاثين خمسة لغاية اثنين وعشرين ستة رح يخليك مضطرب شوي ممكن تتخذ قرارات شوي تكون صعبة وبرضو المريخ اللي رح يكون موجود من أربعة ثلاثة إلى ثلاثة وعشرين أربعة وفترة كسوف الشمس الحلقي اللي رح يكون يوم عشرة ستة هدول التواريخ اذا انتبهت فيهم انت رح تنجو من الضغوطات اللي رح يسببها إلك بيت متاعبك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء